خطوات أولية في طريق مواصلة قتال الميليشيا في أي جبهة من أرض الوطن فهؤلاء المقاتلون لم يكن قتالهم لمليشيا الحوثي والمخلوع في جنوب البلاد هو آخر المطاف بل كان عليهم التوجه إلى الجبهات الأخرى لمواصلة معركتهم من أجل الوطن لا لحكم الطاغوت عفاش لا لعودة الإمامة من قديد لا لعودة الفاسدين من قديد إننا نرفضها في جبهة ميدي ترابط كتائب من أبناء المحافظات الجنوبية منذ أشهر في تجسيد قوي لوحدة الهدف الوطني وواحدية المصير رافضين عودة الرجعية بشكلها الميليشياوية الجديد وحكم تحالف الانقلاب نحن هنا جاءنا من أبناء قليم عدن جمعنا هنا هدف واحد مع كل اليمن هدفنا هو رفض الانقلاب والسير يعني بفرض الشرعية إلى أن نصل إلى صنعاء وإلى كل أرقاء اليمن على خطى الثائرين الأوائل يعبر هؤلاء المقاتلون الصحراء وقد جاءوا من أقصى جنوب البلاد إلى أقصى شمالها ممتلئين بالعزم والحرية والنضال في سبيل الخلاص من الجماعة الانقلابية اشتركوا في القناة